السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. الشاومي قالت نعطيكم 4T ونعطيكم 4T Pro مواصفات فوق المنافسين. فوق المنافسين ايوان. بسعر ما نشوفه بلا في الفئة متوسطة. والله ما استهبل. هذا سعر 4T T Pro وهذا سعر 4T. ما ترىك في خانة تلقات. اما في نسبة للمواصفات خلني اقول لك على كل واحد فيهم. 4T شاشة خرافية. اداء والاروال. الكاميرا ممتازة. طرح نفس 13T. لكن نفسها في شاشة مسطحة. ونفسها بالIP68. ونفس المقاس اللي هو 6.67 انش كستر ريز. ولد 1220 بي. ميه وارب وارب واربين هايز. و 12 بيت. ودول بي بيجين. طيب وش جديد. لانه صار مستوى نتس حقه الى اربع لاب نتس. شبت الان حينا الموجود في الجغرافية. هذا الشيء يتقدره مع شاشة مسطحة. يعطيك مسكة ممتازة لكل الهاتفين على فكرة. وهذا الشيء ممتاز. الجديد ايضا معالج الـ 8300 Ultra واللي راح يتعامل ويعززك من موضوع الذكاء الاصطناعي. والسوفتوير الخاط بشاومي. كارت شاشة افضل. ويدعم لك ايضا الستاندر الجديد. اللي هو اي اوف اس في الـ 4.0. كاميرات اللايكا. لا دعا ثلاث كاميرات لكن كل واحد منهم الان بمفهوم وسنسر جديد. خمسين ميجابيكسل وخمسين ميجابيكسل وايضا اتناشم ميجابيكسل للالتروال. طبعا راح تلاحظ برضو خصائص لتصوير بما فيها الفيديو تحديدا موجودة مع حضرها تمامون. الاندرويد والهايبر او اس مع الجيمني اي اي. لا احط تركيزهم على موضوع الذكاء الاصطناعي. طرعا خمسة الاف ميليمبير. باكيج في كل شيء تحتاجه. سبع ستين وان. واي فاي سيكس اي. بلوتون خمسة اربعة. اين اف سي. اي ار. كل موجود مع هذا الهاتف محلول. اما اخوه الكبير الفورتين تي برو. طرعا هم نفس المفهوم. نفس الفلسفة. لا انا افكرت. انا افكرت. ايش راكم باللونين. لوني فورتين تي و لوني فورتين برو. لا اعطوا اراكم. انا اختلط هذا اللونين لانهم اعجبوني جدا 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 اعجبوني. الشاشة نفسها نفس الثيرتين تي برو. لكن زادوا الى الاربعة لاف نتس. المعالج الانس. الممتاز جدا. الميديا تيك الديمانسي تي تسعة لاف ثلاثمية بلس. والكاميرات الليك الجرية. نفس السي تاب لكن غيروا السيلفي من عشرين الى اتنين وثلاثين ميجابيكسل. فتفاصيل ازود. والشاحن صار الان ميو عشرين واق. مع الخمسة الاف مليمبير. شاحن مو بس جوالك لو تبغي الانجزة الكبار. ما عنده اي مشكلات. شريحتين. واي فاي سبن. اي كفلاكشب بدون ما تحلق جيبك. حرفيا. سلام.